السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم انتبعيني القرآن ومتابعي للقناة. من الآخر الخلاص معكم محمد نور الدين. ترتب فرقة دور الانجليزي الممتاز ترتب الهدفين بعد فوز منشستر سيتي اليوم خمسة اتنين. ده اول مرة زره في قناة ازل الاشتراك في القناة بدخل على زر الاحمر اسفل الفيديو واكتوب على الاشتراك واسبسكرايب اعمل لايك للفيديو. فعل زر الجرس الاصل لك كل جديد باستمرار بازن اللي هتعلم. تبعي الكرام معكم محمد نور الدين. النهاردة اليوم الاربعة عشر تلاتة الفين وحد وعشرين كان عندنا امباراة بمنشستر سيتي امام ساوس هامتون. مباراة مقدمة من الجولة السلسة والثلاثين. علشان منشستر سيتي ممكن يكون في الوقت ده يعني ما علينا. مقدمة من الجولة تلاتة وتلاتين. امباراة شهدت فوز منشستر سيتي على ساوس هامتون خمسة اتنين. وتقلق النجم الجزائري رياض محرز. احرز هدف منشستر سيتي كيفين ديبراين في دقيقة خمستاشر رياض محرز في دياء 40. الي كاجون دوغان في دياء التالتة من الاكتبادرة الضعف الشوت الاول. رياض محرز يحرز الهدف السنى لهو الرابعة لمانشستر سيتي في دياء 55 او كيفين ديبراين في دياء تسعة وخمسين. ساوس هامتون احرز لهدفين جيمس وارد براوس من درب الجزائر في دياء 25. الهدف السنى عن طريق فارد ادامز في دياء 56. خلينا تعرف فعلى ترتيب فرق الدورة الإنجليز الممتاز بعد فوز منشستر سيتي مؤتمرين الكرام مازال أو يستمر منشستر سيتي في الصدارة في المركز الأول بـ 68.29 مباراة منشستر رونايتد في المركز الثاني بـ 54.8 مباراة لستار سيتي في المركز الثالث بـ 53.8 مباراة يبقى منشستر سيتي 68 منشستر رونايتد 54 والستار سيتي 53 تشيلسي في المركز الرابع بـ 50 نقطة واستهم يونيتد للمركز الخامس بـ 48 نقطة ولكن من 27 مباراة إفيرتون في المركز السادس بـ 46.7 مباراة كذلك تتنهم في المركز السابع من 27 مباراة بـ 45 نقطة ليفاربول من 28 مباراة في المركز الثامن بـ 43 نقطة أستنفيل في مركز التاسع بـ 40 نقطة من 26 مبارا أرسنال المركز العشر بـ 38.7 مبارا ليتز يونيتد للمركز الـ 11 بـ 35.7 مبارا وازفرامبتون بمركز الثاني 10 ب 35 نقطة كريستال بالس مركز الثالث رقمد 54 نقطة ساوي سامتون بمركز 14 ب 33 نقطة برناليل بمركز الخامس 10 ب 30 نقطة نيوكاسل بمركز الثادث 10 ب 27 نقطة من 27 وبراء برايتون بمركز الثالث مركز 17 ب 26 نقطة فولهم بمركز الثالث ب 16 ب 26 نقطة وستبرومتش اليمن بمركز التاسع 10 ب 18 نقطة والجفيللل ديونيت للمركز العشرين و الأخير ب 14 نقطة خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين ما زال النجم المصري محمد صلاحي يتصدر الهدفين في المركز الاول لعب ليفربول بسبعتاشر هدف في المركز الثاني برونوفرنانديز لعب منشستر نيتب بستتاشر هدف هتساوى معه هاريكي اللعب توتنهام المركز الثالث كالفيرت لعب ايفيرتون بتلاتاشر هدف هتساوى معه سون لعب توتنهام وباتريك بنفرد لعب ليدز يونيتد مركز الرابع عائليكي غندغان لعب منشستر سيتي باثناشر هدف هتساوى معه جيمي فارد لعب ليستر سيتي المركز الخامس هالسون لعب نيوكاسل بعشرة اهداف وعلي واتكنز لعب استون فيلا في مركز سادس الكسندر لكازيتي اه الاتنين اللي ما في مركز الخامس دول بعشرة اهداف مركز سادس الكسندر لكازيتي لعب ارسنال بتسعة اهداف ومعه هارفي برنينز لعب ليستر سيتي وراشفورد لعب منشستر نيتد ووباميانج لعب أرسنال ورياد محرز لعب منشستر سيتي ورحيم ستيرلينج لعب منشستر سيتي وويلفردز لعب كريستال بلس ونراكم بقى في ترتيب صلاع الأهداف متصدر صنوعة الأهداف هاريكين لعب توترهام في مركز الأول سنة 13 عدف مركز الثاني برونا فرناندز لعب منشستر نوتد سنة 11 عدف هتساوه معه كيفين دي بروين لعب منشستر سيتي المركز الثالث جاك غريريش لعب أستن فيلا سنة 10 أهداف مركز الرابع سن لعب توترهام سنة 9 أهداف مركز الخامس أرون كريسوه اللعب واستهام سنة 8 أهداف مركز سادس راشفورد لعب منشستر نوتد سنة 7 أهداف مركز سابع لوكاس ديني لعب إيفرتون سنة 6 أهداف كان معكم محمد نور الدين من قناة الأخر الخلاص واشتركوا القناة على زر الجرس وعملاك الفيديو نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته